برحب بحضراتكم مرة تانية وطبعا احنا منتكلم عن نهاي استثنائي في موسم استثنائي قد ايه كان موسم صعب بسبب طبعا فيروس كورونا والاحداث في العالم كله ولكن احنا منتكلم عن مباراة طبعا مهمة جدا مهمة جدا بالنسبة للفريقين احنا دلوقتي احنا ماشيين في الشارع كده اي حد ما بيكلمش غير على يوم 27 نوفمبر وقد ايه مهمة جدا المباراة دي لو بنتكلم على مباراة ودية بين الاهلي والزمالك فبيبقى جمهور الفريقين نفسهم طبعا كل واحد ان فريق ويكسب وبتبقى مهمة جدا بالنسبة لكل فريق وبالنسبة لكل جمهور من الفريقين فما بالك ان احنا بنتكلم على نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك طبعا ده الشغل الشاغل لكل الجماهير الفترة دي كله مستني المباراة دي ولكن لو هتكلم على جمهور الاهلي بالتحديد على قد ما دايما جمهور الاهلي بيبقى مستني من لعبته ان هم يقدموا افضل حاجة عندهم في نهائي زي ده او في المباريات الحسيمة بشكل عام ولكن برضو دايما جمهور الاهلي بالرغم من شعبيته وعدده الكبير مش بس في مصر ولا في الوطن العربي ولكن في افريقيا كلها دايما بيوصل للعبته في الوقت ده احساس الدعم احساس ان احنا في ظهرك احساس ان احنا معاك ابدا عمره ما كان مصدر ضغط على النادي الاهلي ودي حاجة بتميز جدا جماهير النادي الاهلي وبالرغم من غياب الجماهير عن المدرجات بقالها فترة كبيرة ولكن يعني وصل جدا للعيبة قد ايه قد ايه الجمهور ده هدفه الاهم وده برضو هدف الاهم بالنسبة لمجلس الادارة وللعيبة وللجهاز الفني بشكل عام طيب احنا ما فيش شك انها دي ممكن تكون اهم مباراة في التاريخ هتجمع بين الاهلي والزمالي يعني ده ما فيوش نقاش لشان يبقى فيه نقطة نظام من الاول كده هذه المباراة يعني اي مباراة قمة الحقيقة خصوصا لو تكون مباراة في نهائي بطولة كاس ولا في مباراة مهمة ممكن تحسم دوري بين القطبين بين الاهلي والزمالي المباراة دي بتحظى بتغطية اعلامية خاصة جدا مش في مصر بس يمكن اقول على مستوى الوطن العربي يمكن اقول في افريقيا كمان من حيث المتابعة ومن حيث التغطية العالمية اما كون انها تكون نهائي دوري ابطال فانا اعتقد ان الاهمية تتضاعف في عشرة على طول يعني حجم التغطية العالمية اللي هتحظى بيها المباراة دي غير مسبوخ على الاطلاق وهنا يمن يأكد طبعا زي ما فيه شرف كبير لمصر انها تكون اول دولة يكون طرفين النهائي في دوري ابطال منها وانه يكون رقم بتسجل باسم دولة المصرية او الكرة المصرية زي ما برضو المباراة دي هتكون انعكاس لصورة الدولة المصرية ارجو تماما انه كل واحد يعي حجم المسئولية الملقاة عليه سواء اللعيبة اللي هتشارك او سواء الاجهزة الفنية او سواء الادارات في الناديين والاعلام لابد انه يكون منضبط ويتعامل بحرص شديد جدا مع مباراة فيها نسبة ومستوى الحساسية الى حد ما هيكون اعلى شوية من الطبيع ده نمر واحد نمر اتنين والشيء بالشيء يسكر يعني انا كنت الحقيقة دايما بسمع حاجات كتيرة جدا بتقلع المشوار النادي الاهلي في الدوري معلش ارجعكم للدوري بتاعنا شوية لانه الاهلي حضراتكم معرفين انه محقق ارقام كبيرة جدا في البطولة دي وحسب المنافسة قبل البطولة ما تنتهي فترة طويلة يمكن بستة او سبع اسابيع وفرق النقاط بين وبين اقرب منافس ليه كان كبير جدا على طول او على مدار مشواره في البطولة في نفس المعطيات دي كان بتطلع ناس كتيرة جدا جدا وتحاول تقلل او انا اسف بن قصين تسفه من الانجاز اللي بيحققه النادي الاهلي ناس كتير كانت بتتكلم المنافسة الحقيقية في البطولة كانت على المركز التاني او للهروب من الهبوط ناس كتير كانت بتتكلم انه الفرق الشاسع لمحاول الاهلي مش لانه الاهلي فريق قوي ولكن لانه معظم المنافسين مستواهم ضعيف ناس كتير جدا قللت من حجم انجاز الاهلي في بطولة الدوري السندي يكفي بس ان انا اقول لحضراتكم انه بطولة الدوري المصري مأهلة او موصلة تلات اندية مصرية لنهائيات اهم بطولتين في القرى الافريقية يعني البطل بطل الدوري المصري والوصيف الزمالك وصلين لنهائي بطولة الدوري الابطال وصاحب المركز التالي كان بيلعب في نهائي الكونفيدرالية واعتقد انه الكلام ده لما يطلع على لسان اعلاميين او على لسان موزيعين او مقدمي برامج يعني هو بالنسبة لي انا مش مقبول لكن قد يكون مقبول نوعا ما لان دي ممكن تبقى وجهات نظر لكن لما الكلام ده يطلع من متخصصين ويطلع من محللين وظيفتهم او السبب الرئيسي من التعاقد معاهم والظهور على شاشات الاعلام وخلف المايكروفونات عشان يقدوا مهمة التحليل رياضي اعتقد ده يصبح امر غير مقبول على الاطلاق وبيتهيئ لانه ثبت بالدليل القاطع انه النادي الاهلي حقق البطولة وحقق كل الارقام القياسية مع منافسين يعني محترمين دي نقطة نمرة واحدة نمرة اتنين بقى نيجي نتكلم على مطش النهاية حضراتكم لو تتذكروا مباراة الاهلي وزيما كتلعبت في برج العرب كانت في نفس التوقيت يا سارة السنة اللي فات موسم اللي فات سموها لو تفتكري قمة الطين كانت طبعا الحالة الجوية سيئة جدا وكان الملعب المباراة عبارة عن زحليق مشوفناش كورة في المطش طول التسعين دي واعتقد انه ما اعتقدش ويمكن المباراة تلقى تلعب في نفس التوقيت وده واحد من الاسباب اللي بتهدد القمة مش بالتأجيل بالالغاء وهنعرف التفاصيل ليه وايه او كيفية الخروج من المأذق ده هتكون ازاي ده هنعرفه طبعا على مدار حلقة